حقول الأرز في كولومبيا لم تعد مهددة فقط بالطيور الملتهمة للحبوب بل يشكل التغير المناخي تهديدا أكبر من ذلك بكثير فلا طالما حظي مزارع الأرز في سهول مونتاريا المدارية بظروف جد مؤتية لمزرعاتهم إذ أن الحر الراطب الخانق كان يضمن لهم ثلاثة محاصيل في السنة الواحدة قبل أن ينقلب الوضع رأسا على عقب الزمان قد تغير كثيرا وذلك في جميع القطعات هطول المطر ليس طبيعيا حيث تمطر بغزارة في بعض الأماكن وبشكل أقل في أماكن أخرى المزارع قد يتحفظ عن تغيير ممارساته التقليدية لا سيما عدم يصيه أبناء المدن بذلك لكن مع التغير المناخي فقد المزارعون البوصلة وباتوا في الضيق إنجاز القول ونظرا لخطورة الوضع شارك المركز الدولي للزراعة المدارية في برنامج تحليل للمعطيات ينفذ للمرة الأولى على هذا النطاق الواسع وسمحت عوامل عدة كالتوقعات المناخية ودراسة الأراضي وأنواع الأرز المختلفة بحسب تعرضها لأشعة الشمس بتحديد توصيات ملموسة لا سيما فيما يخص الفترات المثالية لمواعيد بذر الحبوب